أنا كان عنجي خبرة في فكرة أغلق الباب كان فيه أصخف غاية كبيرة حقيقة يعني غالي علينا قوي وكان مش مسموح نروح نقابله وفجأة سمحولنا نقابله فدخلوا شوية وأنا كنت متأخرة مديت كده شوية على ما وصلت كانت باب تابع بجد أنا واللي معايا وقفين مسكين حديد الباب متألمين للغاية نفرق خطوات إحنا كنا هنحوز بالجلسة والصالة تقافل الباب وإحنا ساعتها أنا وهي قلنا وأغلق الباب ده خبرة صعبة 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 إحنا يعني نتخيل الخبرة دي نتوب على طول ونستعجل الصحيان والتصليع حاجة قصة تاني برضو أثرت فيها إن كان في واحد ماشي وبعدين شاف دخان في بيته من بعيد فبتدى يجري 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 وبعدين لما قرب قالوا لأ ده مش بيتك أنت دجران فراح هدى فربين عتبوا قالوا كده برضو يعني شفارق معاك إن بيت أخوك بيت حرق طب ومين قالك إن مش هيجي على بيتك أنت فاضطر يقوم يجري تاني فأنا بقول ده لينا كلنا يعني سواء كان أنا المحتاجة أستعجل التوبة والرجوع لله أو جاري وحبيبي اللي يهموني إن جهنم مش لعبة إن أنا استهين إن هم يروحوا وأنا عود سكتا لا لازم أجري بنفس الحماس اللي لو كنت أنا اللي هتحرق يعني فالاستعداد معناه يعني إن الواحد فعلا ياخد الموضوع بجد ويتحرك كأنه ده حاجة مهمة قوي لحياته ما ينفحش يأجلها ما ينفحش ده لو في حريقة أيما ما فيش حاجة اسمها نستنى نستنى إيه فده جهنم حريقة كبيرة يعني فإن أنا أصلح المصابيح إن أرجع لله بكل قلبي إن أتوب عن كل خطيئة إن أرجع للإنجيل وامسك في الحق وأدفع التكلفة لو فيه تكلفة أيوة فيه تكلفة إن أنا أعيش الوصية وعيش أقبلها ما فيش حاجة تساوي الأبدية أي إن كان التمن فإن أنا أمسك في الوصاية ومامشيش مع زي ما الناس ماشية لا ما زي الناس ماشية ما ده الباب الواسع لا كتر العدد مش معناه إنهم صحي بالعكس ده باب ديء وطريق قرب بس ده أكيد ومضمون يعني واحدة من الأمور الصعبة الذاكرة اللي هو عذاب الضمير يعني الواحد طبما كان حطيت شوية زيت وربحت الأبدية ولكن I think يعني بيتكلم عن الدوافع الداخلية للشخص وآمية الاستعداد وما أكثر الآيات في العهد الجديد اللي بتعلمنا على الاستعداد على موضوع الباب أنا باخد كتير جربات من زور الكنيس في المواقع الكتابية في الأراضي المقدسة ودائما نحكي للتور لازم نمشي بسرعة نلحق الكنيس اللي أنا بسكروا من 12 لتنين مرات يعني بكونوا جايين من أمريكا وكندا خمس دقايق دقتين بتفرق بسكر البوابي وقولك سوري ارجع مرة تأفي ناس بتيجي مرة واحدة في الحياة إنه يروح يزوروا المواقع اللي عاوز أقول إنه هذه فرصة واحدة إذا سكر الباب ما فيش فرصة تانية اتفضل الله دكتور أنا بس عايز أأكد لأحبائي المشاهدين زي ما بقول لنفسي لألا أكون من زوار الكنائس أو لألا أكون من خدام الكنيسة وأقول تمام أنا تمام ما فيش يعني كله تمام رب المجد في آخر الموعزة على الجبل في قديس متى أصحى سبعة آل ليس كل من يقول يا رب يا رب أمال إيه من يفعل مشيئة فأنا ما يهمنيش أنت منظرك إيه جوة الكنيسة لكن حياتك مع إخواتك مع مراتك مع زوجك مع أولادك حياتك مع الخدام الآخرين أنا ممكن أقول أنا خادم بس فلان ده أنا مش طيقه أنا بكرهه الكتاب يقول من لا يحب يبقى في الموت لم يبصر الله الأمر خطير ده رب المجد نفسه قال أن في كثيرين هيجوا يقولوا باسمك تنبأنا تكلمنا عنك كتير باسمك صنعنا قوات يعني الكلام اللي قالوا رب المجد رهيب بصراح فأصرح لهم اذهبوا عني ياه أنا يعني أتوسل إليك أيها المشاهد الكريم لا قال لا تأتأ إلى هذا الوقت مش هنسمع ابعدوا عني ابعدوا عني لا أعرفكم يعني لا أعرفكم معرفش اسمي لا يعرفوا اسمك كويس بس ما فيش علاقة ما فيش عشرة حياة المسيح لم تتوغل في داخلك فتغيرك زي ما قال القديس بولس فنصبح مشابهين صورة ابنه أني نتغير إلى تلك الصورة تلك الصورة اللي هو أنا تغيرت حياتي أبقى من العزارة الحكيمات أبقى من المستعدات ليس خايف يوم يقول لي أغلق قلبها في آية بيقولها قديس بطرس بطرس الأولى أربعة النهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات يا رب أنا أصحى يا رب الاستصحى يا رب كل المستمعين تعقلوا واصحوا للصلوات وفي متى 24-24 يقول إسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربك موضوع خطير 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 اشتركوا في القناة